أحولي أن أحييكم جميعاً وأنا أتقدم بالشكر الجزيل للأخت المناظرة توكل كرمان ولكل العاملين والعاملات معها في هذه المؤسسة على تنظيم هذا اللقاء الاستشرافي لما بعد الحرب في اليمن حقاً أيها الأخوة والأخوات أعتقد أنه حانى لهذه الحرب المدمرة التي تدمر حضارة شعب وأمجاد أمة أن تتوقف وحانى للقوى المتصارعة على الأرض اليمنية أن ترحل وأن تترك أبناء هذا الشعب يحلوا مشاكلهم بأنفسهم ويرسمون الطريقة التي يعتقد أنها صالحة لحاضر اليمن ولمستقبله هذه الحرب الأخوة والأخوات ذاكرتنا الفردية والجماعية توثق أنها بدأت في السادس والعشرين من مارس 2015 هذا الجدل هذا التاريخ لا جدل حوله ولكن كما يعرف الجميع الحروب لا تنطلق خلال لحظات أو أيام معينة الحروب يعدلها ولهذا إذا أردنا أو معرفة كيف يمكن لهذه الحرب المدمرة أن تتوقف لا بد أن نعرف كيف أنطلقت إذن الإنطلاق في هذا التاريخ لا جدل حول ذلك عندما قابت الطائرات السعودية وبشكل غادر ليس على ضرب حضائر الطيران اليمني ومواقع القوات المسلحة اليمنية عسب وإنما تدمير البنى التحتية للشعب اليمني بما فيه ذاكرتها الفردية والجماعية بما فيه تراثه الثقافي بشقيه المادي واللا مادي بما فيه بعض المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كانت حرب غادرة وشاملة هذه الحرب لها محطات نحن نعرف أن الألفية الثالثة بدأت بأزمة اقتصادية خانقة أزمة مالية متفاقمة وطرح السؤال منذ البداية كيف يمكن أن لا يحدث الانهيار كيف يمكن لعجلة التصنيع العسكري أن تستمر كانت الإجابة واضحة وصريحة وخاصة من قبل المختصين في أجهزة الدولة العميقة أنه لا بد من عقد الصفقات إذا أردنا أن تستمر عجلة التصنيع العسكري وهذا يؤدي إلى البحث عن إشعال الحروب هنا أو هناك ثم في إطار التحضير وهذه عبارة عن محطاتنا لا أتكلم عن نظرية مؤامرة لأننا لا أؤمن بنظرية المؤامرة التي ننسب كل الأخطاء إلى غيرنا ونبرئ أنفسنا هذه ليست نظرية مؤامرة وإنما أضع أمامكم محطات معينة وهي تتفق مع ما تكرمت به تون السيدة توكل كرمان في محطات الإعداد لهذه الحرب يتذكر الجميع الزيارة التي قام بها الأمير عبط الله بن عبد العزيز ولي العهد عام 2001 للجمهورية اليمنية تلتها الزيارة الأخرى للأمير سلطان عام 2006 وخلال هذه الفترة وبعنجهية صالح وديكتاتورية وتمسكه بالعسكرية وأنا أعترف اليوم أمامكم أن علي عبط الله الصالح أفكر الشعب اليمني من أجل تثبيت حكمه ونظامه وأقام مؤسسة عسكرية وأمنية لا يستهان بها في وقع الأمر ولكنها لم تكن مخصصة لمحاربة الأجنبي المحتل لأرضه والمتآمر على خيراته ومصيره لم تكن موجهة بدليل أنه خلال ثلاثة وثلاثين عام لم يطلق طلقه واحدة نحو الجار الشمالي طلقه واحدة ولكنه اعتقل وقتل وغزى الجنوب وقضى على جيش الجنوب هذه حقائق إذن لم يكن موجه ولم يفكر في يوم من الأيام أنها ستكون نحو المملكة العربية السعودية إذن كانت هذه القوى موجودة كانت هذه القوى موجودة وأوضح أجهزة الاستخبارات أوضحت للجانب السعودي أنه لا بد من القضاء على هذه القوى العسكرية للشعب اليمني إذا أردت أن لا نكرر ما عمله صدام عام 1990 خاصة أن علي عبد الله صالح هو التلميذ النجيب لصدام حسين استمر التحضير لكن قرار اتخاذ الحرب لم يتم بدليل أن البيت السعودي بسبب أن البيت السعودي كان مهتم بأمراضها الداخلية وبعادة ترتيب البيت السعودي من الداخل الجميع يعرف أن الإمارة العربية المتحدة باعت فكرة للعائلة السعودية أنه تخلصوا من هذه القضية أنه الملك ثم أخوه فحاولوا أنه الملك ثم ابنه وهكذا وهذه الفكرة دغدغت عواطف الكثير من الأسرة السعودية لكنها لم تنفذ أثناء وجود الملك عبد الله لسبب المرضى الذي يعاني فيه ولأن ابنه متعب لا يتمتع بل كارزمة السياسية التي تؤهله أن يدخل في هذا المعترك فتم تأجيل هذا التحضير إلى أن وصل سلمان وأوكل وزارة الدفاع والطيران لشاب لا يعلم شيء فالمجال العسكري ولا السياسي أن يتولى هذه القوة الجبارة أوكلت إلى هذا الابن المدلل للملك وقيل له أنه إذا تريد أن تعتلي العرش يوما لابد أن تظهر قوتك مثل بعض الطوائف الدينية عندنا في اليمن تقول إذا أردت أن تعتلي السلطة لازم أن تشهر سيفك لم يعد أحد هذه الأيام يشهر السيوف ولكنه أطلق طيرانه ومعداتها العسكرية بل خبراتها الأجنبية المتعرفة عليها في نفس الوقت حدثت ثورات الربيع العربي وثورات الربيع العربي أيًا كانت المآلات التي وصلت إليها وكما أوضحت مراراً في منتدى أصيلة في شمال المغرب أنها بالنسبة لهي العلامة المضيئة في تاريخنا العربي المعاصر طبعاً من تونس مروراً بالقاهرة وانتهاءاً باليمن كانت ثورة في براير فاليمن متميزة في كثير من الأشياء لم ترفع سكيناً واحداً لم تطلق طلقه واحدة ولكنها رفعت إلى عنان السماء مطالب متميزة مطالب شرعية فالحرية فالعدالة فالمواطنة المتساوية في التناوب السلمي على السلطة في القضاء على بؤر الفساد أياً كانت مؤسسات الفساد وربطتها بقضية جوهرية أساسية ليس إصقاط علي عبدالله الصالح رأس النظام وإنما منظومة علي عبدالله الصالح كاملة هذه المثل وهذه المبادئ أفزعت الجيران كيف لا نتوقع أو نتوقع أن الجارة الكبيرة تتوقف وهي تسمع هذه المثل وهذه المبادئ ولا تدخل لم تتوقف في 26 سبتمبر ولم تتوقف في 14 أكتوبر ولم تتوقف عندما قامت الوحدة اليمنية كل هذه المحطات حاربتها المملكة العربية السعودية منذ اليوم الأول وبالتالي حاولت أن وعد ثورة 11 فبراير منذ اليوم الأول لانطلاقها وهنا أتت التبادل السلمي للسلطة وتنصيب عبدالربو منصور هادي والطاكم الذي حوله والإخراج الخليجي لأصبح الهم الأساسي فيما بعد هو علي عبدالله الصالح وليس منظومة علي عبدالله الصالح فأتت هذا الأشياء مباشرة وتم وعد الثورة تم وعد الثورة وهذه المثل المتميزة التي أتت بها وصلنا إلى هذا الآن طبعا نفهم أن هناك مفاوضات بين الحين والآخر ولكن من أتخذ القرار بمبيو يتدخل يحركها وقت ما يشاء ويوقفها وقت ما يشاء وكما يشاء وقت ما يشاء وقت ما يشاء وانه تمام هل مريضا نعم إذاكت كنت تضعزتها حسنا شكراً لك الصداقة والعداوة هو واسعة من الدموع والدماء ويختتم العبقري جبران خليل جبران ويل لأمة تكثر فيها المذائب والطوائف وتخلو من الدين شكراً جزيلاً لكم